اشتركوا في القناة سوف نتعرف في هذه الوحدة على منزلة الصلاة من الدين أوقات الصلوات المفروضة وصلاة الجماعة وقضاء الفوائد وأداب المسجد بعد ذلك أبنائي سوف ندخل على الدرس الأول هو بعنوان منزلة الصلاة من الدين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس شهرة لا إله إلا الله وأن شهرة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإتياء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من هذا الحديث يا أبنائي سوف نتعرف على أنه يشير إلى أن منزلة الصلاة من الدين منزلة عالية وهي تمثل الركن الثاني من أركان الإسلام ونحب نشير يا أبنائي إلى ثمرات المحافظة على الصلاة للصلاة ثمرات كثيرة منها ما سوف يطرح من خلال هذا الحديث النبوي عن أبي هريرة رضي الله عنه عنه سمع أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يقتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا من هذا الحديث يتضح أن من ثمرات المحافظة على الصلاة مغفرة الخطايا ويمكن لنا أن نلخص ثمرات المحافظة على الصلاة فيما يلي أولا طمانينة النفس وارض الله سبحانه وتعالى وانجراح الصدر ثم الاستقامة والأخلاق الحميدة كما أن الصلاة هي سبب في أنها التانية الإنسان المسلم عن كثير من الخطايا والذنوب والمعاصي وهي سبب في فلاح الإنسان في الدنيا والآخرة وسبب في دخول الجنة أما عن التبكير إلى الصلاة فقد روت السيدة عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون صلى الله عليه وسلم تعني النبي في مهنة أهله تعني خدمة أهله فإذا حضرت الصلاة خرجا إلى الصلاة وأيضا عن أبي وريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة نستنتج من هذين الحديثين أهمية الصلاة وأهمية الصلاة في المسجل وأهمية الصلاة في الصف الأول ثم بعد ذلك أبنائنا ننتقل إلى صور ونمازج من الصحابة والتابعين للمحافظة على فضل الصلاة وقيمة الصلاة في الصف الأول كان بشر بن الحسن البصري رحمه الله يقال له الصفي لأنه كان يلزم الصف الأول في مسجد البصر خمسين سنة وأيضا مثال آخر كان إبراهيم بن ميمون المروزي رحمه الله يعمل في صياغة الذهب والفضة وكان إذا رفع المطرقة وسمع الآذان لم يردها نستنتج من هذين الحديثين أيضا أو من هذه الحالات السابقة حرص مدى حرص الصحابة والتابعين على أداء الصلاة في وقتها وفي المسجد وفي الصف الأول وننتقل بعد ذلك يا أبنائي إلى التقويم بداية السؤال الأول اكتب مقالا عن أهمية الصلاة وفضلها ومكانتها في أربعة أسطر يمكن أن نلخص ذلك في هذه الجمل أن الصلاة تمثل الركن الثاني من أركان الإسلام وأن من ثمرتها المحافظة وأن من ثمرت المحافظة على الصلاة وأنها مغفرة الذنوب وأنها سبب في دخول الجنة كما نهتني الإنسان عن الفحشاء والمنكر وهي صلاة بين العبد وربه فمن قطعها قطع الصلاة بينه وبين ربه ولذا يجب أن نحرص على الصلاة أما عن السؤال الثاني أيهم أحب إليك طالب يبادر إلى الصلاة من حين يسمع المؤذن أم طالب لا يحضر الصلاة إلا بعد سماء الإقامة والإجابة طبعا طالب يبادر إلى الصلاة من حين يسمع المؤذن والسؤال الأخير اختر الإجابة الصحيحة أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة هو الزكاة أم بر الولدين أم الصلاة والإجابة الصلاة وإلى هنا يا ابناء ينتهي درسنا اليوم على أمل لقائي بكم في الدروس القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر